هذا وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين التي بدورها ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرنامج تنفيذي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة من بينها التعليم العالي والعمل والموارد البشرية وتبادل الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى التعاون في المجالات الصحية اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي محصلة خرجت بها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى خلق المزيد من الفرص النوعية لصالح خير وازدهار الجميع بما يدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي في البلدين الشقيقين فخلال الزيارة قام سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة لتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم ومذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي كما قام سعادة وزير الخارجية بالتوقيع على إعلان اتفاقية السيادة على البيانات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بدوره وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات مع أخيه معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات الشقيقة كما وقع وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع دبي اللوجستية العالمية إلى جانب الإعلان عن زيادة عدد الرحلات والوجهات بين البلدين الشقيقين هذا وقامت سعادة الأساذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بتوقيع مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات للتعاون في المجالات الصحية والمخزون الطبي بين البلدين والتي شملت التعاون في المجالات الصحية من خلال وضع منظومة دوائية مشتركة لمراقبة جودة الأدوية ومصادرها كما تضمنت زيارة الرسمية التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والموارد البشرية والتجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المتقدمة وأسواق الأوراق المالية والذكاء الاصطناعي في قطاعي النفط والغاز والأمن السبراني وتغير المناخ والدعم الفني لصناعات المنبع واتفاقيات عدة تهدف إلى توطيل العلاقات ومواصلة رفض القطاعات التنموية تهدف إلى توطيل العلاقات التعاونية ومواصلة رفض القطاعات 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 التعاونية